عزيزات المتتبعات اليوم شافروا زي طبخوا الحلويات اليوم جبت لكم وصفه وصفه يعني مجربة وفعالة 100% للناس اللي تشكي من الميل اللي يكون عندهم في ديارهم ولا في المحلات من نعرفوه بلي يمشي غال السواحي الحلوه كما السكر كما لي بسكوي كما الفلون كما تكوني حاطة ليجي ولا تكوني دائما يمشي لهم يعني احسن وصفه مجربة من القديم يعني ماشي يجبتها غيانة ولا يعني انا بديتها مع الناس يعني مكبار ماشي يعني عندهم تجربة كي نقولو حنايا انمل باش يروح لهم هذي الطريقة تقدري تشوفوا المحلات الي عندهم اللي يخدموا المحلات الي المحلات الي تعز لبية وقلب اللوز المحلات ما عندهم شنمل بسكو في المحلات تاعهم يستعملوا الجنجلان في الوصفه تاعهم شير بيسري يختم كل انواع الحلويات كل انواع الحلويات هيروح يروحوا يشوفوا لقيت عندي حبة عنمل هادري معي هذي الطريقة يعني هما ما يستعملوا هاش مباشرة ومع لابنهم شبهها ماي من خلال يعني الكبار هذو اللي يعرفوا قال لك بيلي هذي الجنجلان يعني تخلوا لجوجل وشوفوا بيلي الجنجلان طارد 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 لانمل انمل ما يستعملها جقاع تجيب الوصفه تروحي تشري في المحل اشري خمسة الاف ولا عشرة الاف على سر ديبون على سب درامك شري كيمان هاكا شري شوية تاعجنجلان وديري في البلاسة اللي تحسي في هنمل مثلا تحقي بوطاجي عندك هنمل مثلا عندك في البلايف اللي بيت الخزين عندك هنمل عندكم محل وفيه الحلويات وفيه كيمان المحل اللي بيعلي بيلي هاكا المحل يكون في العسل وفيه السوال يكون عندها هنمل شوفي غيزر بعو هذك الجنجلان هذك ما يعودش هنمل قاعد يدور عندكم يعني موصفة مجربة مية في المياه ماشي مية في المياه مليون في المياه انا اديتها من وعند واحد مختص كيس اقصيدا وكبتها تخدموا قاعد السوال الحلوه وما عندكم شنجلان قال لي احنا مين ساعملوا في الوصفة تاعمل الجنجلان والجنجلان اكبر طارد طارد لانمل يعني تدوروا في تخلو في جوغل وشوفو اذا ملقيتوش بلي جنجلان اكبر حاجه طارد طاردة لانمل هي الجنجلان يعني الأخوات اللي عانوا من اللي نطلبتها مني واحدة شلو أخت الاخوات اللي عانوا من من أنمل يعني هذي أحسن طريقة بزيف اللي عندها في دارعا النمل وتكون داره بيت الخزين مسكينة ويروح لها لصفة المواد الغذائية الحلوى لا تتجب توليدها الحلوى يلقى الحلوى ينجلان فضار نهاية وصفة جيبتها لكمانايا عنده ليس كبير من سكتاتني الاختة نحن عليك أن نجاوب مصداقية لنأتي وصفة وصائبة لنأتي عالفة مصداقية لنأتي وصفة وصفة نجاوبها وصفة وصفة وخدمها لنفت المخطر هذه هي أحسن وصفة اعتمدوا هاي الاخوات وبرتجوا يعني الاخوات اللي تعرفوهم باللي احسن وصفة هي الجنجلان الانمل وانتمنكم تدعموني بليجام باش يعني الوصفة التائقة توصل للاخوات والاخوات دعموني بليجام وتشاركوا في القناة والى الملتقى بإذن الله